بقول الذي حسب رحمته الكثير ولدنا ثانية يعني بيرجع زي الكلام اللي حكام عن قديم وسين بغي أن تولد من فوق لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات إذا ممكن توضح لنا الفكرة الميراث لا يفنى ولا يمحل ولا يتدنس يعني عمل هائل جدا محفوظ في السماوات بالحقيقة الولاد الثاني عمل إليه مثل ما قلت جبار جدا عظيم جدا لأنه الله حسب رحمته ولدنا ثانية يعني هيدا يعلو عن طبقة العقل والفكر الإنساني مهما سما هو محدود لكن الله أراد أن يعطيني هذا الغنى الذي لا يستقصى لكن ما بتمتع بغنى المسيح شو هو غنى المسيح هو حياة المسيح هو بر المسيح هو صلاح المسيح هو فرح المسيح إيمان المسيح كله هيدا غنى المسيح الذي لا يستقصى صار إليه لكن هيدا ما بتم إلا بالولاد الثاني لكن شو الأساس تابعه بقيامة يسوع المسيح لأن أساس الحياة الأبدية هي قيامة المسيح لو لم يكن المسيح قد قام فباطل إيماننا باطل كرازتنا نحن بعد في خطيانا فالقيامة هي أساس رجائنا هي أساس تبريرنا مات من أجل خطيانا وقام لأجل تبريرنا يا العزب يعني يا أساس يعني أنا بتوقف عقلي جد جد فعلا وأنا كمان مش معقول يعني الله عمل كل شيء أنت معليك إلا تمد إيد الإيمان وتسلم على المسيح وتقل له أنا بقبل عملك في حياتي هو حط الرصيد ما علينا إلا تشغيل تفعيل هذا الرصيد تماما هو مات من ألفين سنة وقام له المجد وعطتنا الحياة الأبدية وخلصنا بس أنا محتاج أعمل اكتيفيشن محتاج أعمل تفعيل لهذا عن تريق الإيمان بعمل الناس صح